السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلب طلاب اهلا وسهلا بكم with you mr. محمد النادي قد ان شاء الله complete jump tree يونت 4 لسون 5 نقضي حبيبا نتكلم عن طبيق جديد اسمه البراليليزم البراليليزم دوت يولاد بيقول عندنا ان انا بتكلم عن البراليليز دي حقوا ان اخدناها كده صغيرة في ان انا بيكون عندي two lines are باراليليل قلنا ساعتها بنقول ان البراليليز دوت عامل زي عامل زي البورد بتاعتك تلاقي البورد فيها two lines parallel عامل زي دور الدور بتلاقي ان فيه عنده two lines are parallel عامل زي train track of train بتلاقي دايما الترين مشي على او المترو تلاقي دايما مشي على tracks بتاعته بيكونوا two parallel lines متكرة البراليليل دي بقى اللي هنبدأ نشتغل عليها النهاردة هنبدأ نتكلم فيها على شوية حاجات وهنطلع منها angles محتاجين يعرف اسماء الangles اللي عندنا دي طيب اول حاجة بنقولها لو انا معايا اي line عندك straight line in intersects the two straight line l and m ال line دوت بنسميه transversal line transversal line ده هو اللي بيعمل انترسكت لي اي two lines طيب in this case we get eight angles at each point of intersection هنلاقينا ان فيه four angles موجودين هنا وفي كمان four angles موجودين كمان في second point الangles دي في منها angles بنسميها alternate angles وفي corresponding angles وفي interior angles تعال بقى نتعرف فيه عن ايه alternate ويعني corresponding ويعني interior angles وايه شكلهم اول حاجة عندي alternate angles alternate angles يا ولاد زي ما احنا شايفين اهو الangles زي angle four وangle six الangles دي بنسميها alternate angles او زي angle number three وangle number five بنقول عليهم alternate angles يعني بيكونوا two angles دول هما الاتنين بيكونوا جوه وعملين شكل كده يشبيه اللي هو الشكل اللي طبع زد او ان زي ما انتوا شايفين عاملين شكله هو تلاقي الangles موجودة جوه الangles الانسايد دي بنسميهم ايه alternate angles طيب the second one corresponding angles هتلاقي الcorresponding angles دايما بتبقى الangles دايما بتبقى الangles دايما under the two lines هي اما الangles under two lines من ناحية دي او من ناحية دي او ممكن يكونوا up of the lines ولو تلاحظت هتلاقي دايما الانس دي عامل شكل كده يشبيه شكل الايه الاف لو انت رسمت هتلاقي ان في شكل اف هنا موجود هنا او هنا ممكن تلاحظوا هتلاقي ان في شكل اف دايما بتكون الangles بتكون اما under the lines or up of the lines. الانس دي بنسميها ايه او الangles دي بنسميها corresponding angles سميهم ايه corresponding angles. يبال alternate angles زي ما انت فعنا هتكون عامل الشيب of z. corresponding angles بتكون عامل شكل الاف وبيكون هما الاثنين under the a the lines. اما الانتيريور angles of the transversal بتلاقيها دايما عامل شكل اليو. اما تكون عندك شكل اليو عامل كده اهو. فدول بنسميهم interior angles او هنا كمان شكل اليو دوت بنسميهم برضو interior angles. يبقى خدنا تلات اشكال. الزد اللي هما الالترنيت angles. الاف اللي احنا قلنا عليها corresponding. يكونون angles under the lines. او up of the lines. لو هي بالشكل المقلوب بتاعنا كده اهو. وبنقول عليها ان هي up of the lines. ده بتسميه شكل الاف اللي هما الايه. corresponding. والانتيريور angles بيكونوا ايه between the two lines in one sides. تعالا بقى ناخد بقى نفس الكلام اللي احنا قلناه بس عن طريق ايه? الparallel lines. يعني معاك two parallel lines. ومعانا transversal. تعال بقى بقى يقولك transversal دوت بنشوف هيعمل ايه? اللي برضو هيعمل نفس ال three case اللي قلناهم اللي هما الالترنيت والcorresponding والانتيريور angles. the first. لو احنا كنا شوفنا هل لايه عندنا ان angle three وangles five are equal. وانجل four وانجل six كمان طلعوا equal. لاننا عندي ال straight line intersected two parallel straight line. each two alternate angles are equal in measure. يعني لو كان معايا two parallel lines وده transversal اهو. فكنا بنقول عندنا لو ادي angles one two three four five six seven eight. فتلاقي عندك angle three وانجل five هما الاتنين equal لبعض. قلنا عليهم اسمهم alternate angle. فبيقول لك دايما two alternate angles are equal. يبقى ده اول question ممكن يجلنا في الليسون دوت complete in the exam. يقول لك if a straight line intersected two parallel straight line then each two alternate angles are. مجرد بس تكتب له ايه? equal in measure. يبقى الالترنيت انجل زي three و five دولون عليهم equal in measure. وانجل four and angle six كمان بدون عليهم alternate. دولة كمان بيكونوا equal. لو تلاحظ الفور بأكيوت والسيكس اكيوت يعني هما الاتنين هيكونوا alternate. angle three وانجل five هتلاقيهم obtuse angle. يبقى هما كمان الالترنيت هي لازم يكونوا equal لبعض. طيب. السكن هللا يبقى angle one? angle one اللي هنا. وانجل مين تاني. وانجل five. تعال نرسم رسمة جديدة. تعال كلاهو. ادي angle one. لو رسمنا هنا مين five. طيب. واتلاقي angle two equals مين لانجل six. واتلاقي angle three equals لانجل seven. وانلاقي angle four equals مين لانجل eight. بيقول لك لو انت عندك angle one equal angle five. دي تلاحظ عليه عاملة شكل الف اهو. يعني اسمها corresponding angle. بقول ان two corresponding angles are equal in measure. two corresponding angles are equal in measure. احفاظ دي. يبقى دي كمان the second point تجلنا في الاكزام. يبقى اما يقولك to alternate angles are. تقوله equal. to corresponding angles are equal. طيب فانا الالترنيت بتوعامل لشكل الزت. والcorresponding بتوعامل لشكل الف. تمام? تمام. يبقى اما نقول ان angle two equal angle six. لانهم برضو اللي عاملين شكل الف. يبقى اما هنقول ان angle three equals angle seven. يبقى اما هنقول ان angle four equals angle eight. كل اللي دولة small corresponding angles. طيب. اخر حاجة يا مستر عندنا لو انا عندي في transversal والtwo parallel lines. بيقولك لو انت معاك angle three وangle six هنا وهنا. التو angles دول مش equal لبعض. لكن هنقول عليهم ان هما supplementary. يعني ايه supplementary يا مستر? يعني sum of them equals one hundred eighty degree. يبقى نحفظ اني two interior angles are supplementary. يبقى تاني هنقول alternate angles are equal corresponding angles are equal two interior angles are supplementary. بس بشارت لازم يكونوا parallel lines. كمان الفور والفايف هما الاثنين دول كمان بيكونوا ايه? بيكون الصن بتاعهم ب one hundred eighty degrees. for example. in each of the following find the measure of the angle which is marked by the question mark. طيب. لو انا معايا الانجل دي ب80. يبقى الانجل دي هتكون زيها ب eighty ليه يا مستر? لان دولة two parallel line. وعملين معانا شكل زد. يبقى لو دي ايه تي دي كمان هتكون ايه تي دي جري زيها بالزبط. يبقى question one. وانا هما الاتنين ادي بعض ليه? لانهم alternate angles. طيب. لو انا عاوز اجيب الانجل اللي تحت دي اقدر اجيبها بكزا طريقة. والله الانجل دي يا مستر هتبقى equal mean لنفس الانجل اللي هنا. تمام? تمام. فلو الانجل دي ب six دي اقدر اقول الانجل اللي اصلها دي كمان لان هما وطالما دي وهم الاتنين يبقى اقدر اقول يبقى الانجل اللي تحت تطلع معاه بكام طيب. والله هو عاوز يجيب الانجل دي. طب فيه ما بين الانجل دي ودي? لأ. طيب بقوله لو ده وده يبقى دول عاملين شكل زدهم. يعني لو الانجل دي بسبنتي فتطلع كمان الانجل دي بكام بسبنتي زيها. طيب. وبعدين قلنا ان الانجل دي بسبنتي بل الانجل دي هتكون بكام? اه اللي دول هتعملين شكل اليو اللي هما الانتيريور يبقى هنعمل تطلع معاه ايكولز. يبقى لازم تركز لو عندي شكل زد بقوله عطوله ان هما بسبنتي. وعا كده عندنا شكل يوي بقى الصن بتاعهم بي. 180 دقريز. اكسامبل 2. اني ده ابزت فجر لو انا معايا اي بارالل تو بي سي ودي بلونج تو سي اي. ومجور انجل دي اي 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 اقوال 70 دقريي. اندي مجور انجل بي اقوال 50 بقولك فاين مجور انجل اي 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 بي. فقوله طيب واحدة واحدة. انت اقول لان ال line ده وال line ده parallelloz بعض. استفيد منها هي. استفيد من ان هناك شكل الزد اهو. يعني لو ال an di be bon he weer bunched by 50 degree. بابا الانجل دي زيها ب 50 degree. لالترنيات angles. يبقى اول حاجة رندي بقوله ان angle e a بيتكون دي بي 50 degree لان تبقى equal angle b alternate angles. طيب. تاني حاجة عوزين نجيب cort is bungal видели. نفس نظام لو ده وده parallell a little bit يبقى الانجل دي هي نفس الانجل اللي فوق اللي هي 70 اي بقى دي ب70 لانها ايكوال الانجل اللي فوق فاضل عندي اخر انجل اللي هي ال اي سي اللي هي ديت ودي اقدر اجيبها عن طريق التريانجل لو انا معايا ده 50 وده 70 عاوزين يجيب الانجل دي فاحنا عارفين التريانجل بكام ب180 مينوس 70 بلس 50 تطلع معايا بكام بقوله 70 بلس 50 يعني ب120 وعمل لهم مينوس فقدر اجيب الانجل اللي فوق لو هو عاوز يجيبها طيب 70 بلس 50 دي الوحدة ققدر اجيبها قال لي اه لو انا عاوز اجيب الانجل دي تمام طيب هو عاوز اي تاني لا قال لي انا عاوز بقى اجيب ال اي اي سي كلها فابقوله طيب ده يبقى 180 مينوس 70 ديجري تطلع معايا ب110 ديجري يبقى انا اي انجل فيهم دلوقتي ققدر اجيبها باستخدام الهي الparallelism the next find the measure of the angle which is written under each figure طيب عاوز ينجيب انجل c a b فقر معايا فين الparallel lines اللي two lines دولت are parallel تمام تمام الparallel دي استفيد منه اما z دي اما f اما u طيب لو الانجل دي 55 يبقى الانجل دي اكون زيها بف 55 ليه يا ماستر لانها ايه corresponding angles the second طيب ديجي two lines دول are parallel والانجل دي ب70 استفيد بها ايه طالما دي ب70 يبقى اللي زيها هنا دي كمان ب70 ليه corresponding angles طيب اجيبنا دي ب70 وجيبنا دي ب70 هو عاوز يجيب الانجل اللي جنبها يبقى كل انت هتعملوا انهما on the same straight line يبقى هتقول 180 مينوس 70 تطلع معاك equals 110 ديجريز تمام بعد هعاوز ان يجيب انجل ايه فابقوله طيب واحدة واحدة لو انا معايا الانجل دي ب150 والlines دي بparallel لبعض تمام يبقى الانجل دي هقدر اجيبها عن طريق ان دوت شكل اليو اللي هو الانتيريور يبقى هنعمل 180 مينوس 150 تطلع معاك بكام يا مستر قال لي ب65 تمام تمام طيب دي ودي قال لي ان هما equal لبعض لان هو راسم نفس عليهم يعني لو دي ب65 يبقى دي كمان زيها ب65 تمام طيب بعدين يا مستر اللاين ده واللاين ده بارالل وعملين شكل الزد يعني لو الانجل دي ب65 يبقى دي كمان هتكون زيها بكام ب65 ديجريز طيب كيف انا خلصت اول بارت عندي لو انا عندي بارالل لاين اقدر استفيد مني عن طريق الالترنيت او الانتيريور ممكن بقى يطلب مني العكس يقول لي how to prove that two straight lines are parallel هو ما بيقوليش ان line parallels وعاوزني اوصل ان هما parallel دي اوصلها ازاي قال لي ان case ان two straight line are parallel امتى if a third straight line intersect them and one of the following cases is satisfied يعني two straight line امتى يكونوا parallel الا وانا لقيت third straight line يعني انا لقيت two lines وفي line بيعمل لهم transversal بياطحهم ولقيت ان في عندي two alternate angle have the same measure يعني مسلا لقيت الانجل دي والانجل دي ادباط اول ما لقيت ان two angles دول ادباط سيحت اقول ان two lines دول عطول ر ايه parallel او لقيت ان angle هنا وانجل هنا equal لبعض وال line ده عام الانترسيكتل two line ما قال ليش انهم parallel الله طب والانجل زي عاملين شكل الcorresponding فقوله عطول ان هما ايه ايه ار parallel او لقيت ان انتيريور انجل زي عندنا supplementary ساعتها اقوله ان هما ايه ار parallel طيب نوتس اهيه قال لك ايه ان انا عندي اي بي و سي دي two straight line وم ايه ايه transversal طيب وانا لقيت ان الانجل دي والانجل دي ادباط بوان هندرد توينتي فخلاص تلما دول وان هندرد توينتي واسمهم alternate على طول بقول ان two lines دولت are parallel تاني لو انا معايا two lines اهم ما قال ليش ان هما parallel ولقيت هنا 70 وهنا 70 ده معنى ان هما equal لبعضوا عاملين شكل الcorresponding فده يعني ايه ان two lines دول لازم يكونوا parallel طيب او الاقي two angles جوه عاملين شكل interior sum بتاعهم بوان هندرد ايه ايه ساعتها اقول ان two lines are parallel يبقى prove that النمه parallel سهل جدا لازم يلاقي اما alternate اما corresponding اما interior الاقي الكيس بتاعتهم ساعتها اقول ان two lines are parallel for example show that in a b is parallel to c دي فقوله طيب واحدة واحدة معي يلا الانجل دي بتوينتي ناين وهو راسم two stars ده معنا ان دي توينتي ناين بدي زي ايه كان بتوينتي ناين طيب بتوينتي ناين بلس توينتي ناين يبقوا كان ففتي ايت الله يعني الانجل دي كده كلها ففتي ايت والانجل دي ففتي ايت فطالما هما الاتنين equal لبعض يبقوا ايه parallel لان هما كده عاملين ايه corresponding بس هنقول ان هما parallel lines طيب اللي بعته هو ميديك الانجل ده بفتي سيكس الانجل اللي هنا دي ففتي سيكس بدي كمان زي ايه ففتي سيكس طيب ففتي سيكس وففتي سيكس كام اللي هتكون طيب يا مستر مع السيكستي ايه بتطلع معي كام برافو عليك تطلع معك ايه يعني الثوين مع بعض عاملين معي وان هندر ايتي وشكلهم ساعتها نقول ان الانجل طيب question three. اللاين ده كله الانجل اللي برا دي كلها تمام? تمام. وهو قال لي ان هما two stars يعني are equal ده معناها ان كل واحدة من هما هتكون لوحدها بسيكستي فايف طيب. فالانجل دي زي الانجل دي. والlines دول كده عاملين شكل دولك كده corresponding. طالما دي كده corresponding والانجل دي والانجل دي equal لبعض يبه هما كده يكونوا ايه parallel lines. طيب. in each of the following why is a be parallel to cd? يا ممكن يجيب لي question in the exam يقول لي y او give reason او يقول لي يلا عمل لها proof ان هما parallel. فبقول له اول حاجة انا عندي يا مستر الانجل دي والانجل دي اللي اتنين دول اد بعض. two angles 52 52 دول عاملين انجل شكل ايه? عاملين شكل الالترنيت. طالما عاملين شكل الالترنيت وهم الاتنين equal لبعض. يبه لازم نقول ان two lines دولة are parallel. طيب the second question. الانجل دي 54. والانجل دي 126 طيب. الانجل ده straight line صحي كده صح. فطالما ده 180 فهقول له كده 180 minus 126. اللي هي تطلع معايا 54. يبقى انا جبت الانجل دي 54. قال لي طيب ما هي الانجل دي? والانجل دي اللي اتنين دول مع بعض ب54. يعني الانجل اللي اسمها N E A equal للانجل اللي اسمها E F C. اللي هما بتاعهم هما الاتنين ب54. ودول عاملين شكل ايه? corresponding. وطالما هما الاتنين corresponding واقل اللي بعض. ساعتها لازم هنقول ان اللاين اللي اسمه A P parallel mean لل C D. طب اللي بعدها question three. نعمل ايه? بيقول لي يا مستر ان انا معايا ال line دا وال line دا parallel اللي بعد. استفيد ايه من ال parallel? اللي لو ال 125 يبقى انجل C هتكون equals 180 minus 125. ليه? عشان دولة parallel فدولة كده اسمهم interior angle طب 180 minus 125 طلع معايا بكام ب55 الله. دا كده طلع انجل C equal لانجل A. وهم الاتنين عاملين شكل ال alternate angle. ساعتها هقول ان ال A B لازم تكون parallel mean لل C D. طيب. جميل تريك فاكت. خلي بقى لك بقى من الاخر بوينت سنقول عندنا في ال parallel هنا. number one. the perpendicular to one of two parallel straight line. بيقول لك لو انت معاك two straight line parallel لبعض. ورسمت perpendicular لواحد فيهم. ايه اللي يحصل? اللي line دا هيكون perpendicular لل second one. وده كواسية ضمن الحاجات اللي بيجي لكومبليت في الاجزام كتير. وهتلاقي عندك حتى في ال exercise الموجودة عندك كتاب المواصر. لازم هتلاقي عندك او في كتاب المدرسة. لازم هتلاقي question زي كده يقول لك perpendicular to one of two parallel straight line. بيكون ما له. بقول له بيكون perpendicular to the second straight line. طيب. كمان لو قال لك لو انت عندك two straight line. هما الاتنين perpendicular لواحد. هما الاتنين perpendicular line. فلازم تقول are perpendicular to a third one. يبقى two straight line are perpendicular to a third one. يبقى لازم يكونوا two straight line ديو يكونوا ما لهم يكونوا هما الاتنين parallel لبعض. يبقى لو انا معي two straight line parallel وواحد perpendicular يبقى لازم يكون perpendicular على التاني. او لو هما الاتنين perpendicular على واحد تالت يبقى لازم يكونوا هما الاتنين are a parallel. كمان? تمام. number two. كمان ضمن الحاجات مهمة جدا في ال complete. if two straight line are parallel to a third straight line. يعني لو معي two straight line هما الاتنين parallel لواحد تالت. يبقى لازم يكونوا هما الاتنين يكونوا ما لهم. برافو عليكم. لازم يكون parallel. يبقى دي من الحاجات اللي بيجينا complete في الاجزام. take care about it. يبقى زي ما انت شايف هو لو قال لك ap parallel to cd وال ef drone parallel to cd. يبقى لازم يكون ال a b وال ef هما الاتنين a parallel لبعض. تمام كده يا اصحابي? طيب. the third point. if parallel straight line. divide a straight line into segments of equivalence. مهمة جدا دي. يقولك لو انت معاك two straight line ما قليش انهما parallel. بيعملوا ايه بقى? قال لي divide a straight line into segments of equal length. يعني بيقسم لي شوية parallel straight line زي ما انت شايف اهو. بيعمل ايه? بيخلي ده والبارت ده والبارت ده ده بيكونوا equals لبعض. انا هستفيد منه ايه? بيقول لي هيخلي ان line التاني كمان بتاعته بيكونوا equal. بس مش شرط يكون اللي هنا equal اللي هنا. مش شرط. تاني بايه اللي حصل معايا? قال لو انت معاك L1 L2 L3 L4 كل دولة تبارالل لبعض. هيطلع معاك ان الاب والبسي والسي دي لازم هيكونوا equal. فانا هستفيد ان الناحية التانية هما كمان هيكونوا equal. بس مش شرط الاب يكون equal لمن? لاليف. for example. انا بقول لك هو ان انت عندك az parallel to y d parallel to xh parallel to cb. معاك الay equals y equal the mean xc. and a b كلها 15 سنتيمتر. تمام? find the links of b d. فبقول له سهل خالص. اول حاجة طرح ما دولة parallel lines. يبقى معناها ان parts d are equal. استفدت ايه بقى من parallel lines parts are equal? ان الناحية التانية دي كمان هتكون equal. طب ودي استفيد منها ايه? ان ال line ده لو كله 15 يعني divided by 3 يبقى كل واحد منهم ب five سنتيمتر. فلو انت عاوز تجيب ال b d. فبتقول له ال b d هيطلع بكم? ب 10 سنتيمتر. تمام كده? تمام. the next question. complete under each figure of the following figures. طيب. هم اديك parallel lines وقال لك ان ال part ده وال part ده equal اللي بعد تستفيد منه ايه? هنستفيد ان ال part ده وال part ده ادبعني. يعني لو ده ب 3 ده كمان هيكون ب 3. يعني انت لو عايز ال a b كلها هتطلع معك بكم ب 6 سنتيمتر. طيب اللي بعده. بديك parallel lines وهنا equidistance. ده معناه ان الناحية التانية كمان هتكون ايه? equidistance. طيب يعني لو ده ب 2 سنتيمتر. ال line ده كله ب 12. اقول له 12 divided by 3. تطلع معنا equal the four. يعني ده four. وده four. وده four. تمام? تمام. يبقى b h الواحدة اطلع معك before. طيب ال parameter of triangle a dy. a dy اللي هو ده. اللي انا هعمل two plus three plus four. لان ده اعمل ال parameter بنعمل plus three. two plus three طلع معك five five plus four equals nine سنتيمتر. يبقى احنا يا ولادي اللي سنهاردة اتكلم عن ايه? فكرة ال parallel lines. استفدنا منه ايه? اول حاجة اللي هو قالك two parallel lines وفيه transversal بيعملهم cutting. بتطلع معك بتالت حاجات اللي هما ايه? قلنا اما alternate اللي بتعمل الشكل الزد او ال corresponding f او ال interior اللي هما بيعملوا يو. اي alternate angles are equal corresponding angles are equal interior all sub are supplementary. الاوبزيت. لو انا معي وعاوز اعمل proof للparallel lines ودي قلناها. بعد اخذنا لو هما two straight line parallel. فيه perpendicular لواحد فيه بي بي لازم يكون perpendicular على التاني. طيب لو two straight line parallel to a third one. يبقى لازم يكون parallel to the third. واخدنا كمان موضوع الاكوي دستانس اللي احنا شايفينه قدامنا. كده اكون حبيبي خلصنا فيديو النهاردة. thanks a lot for your watching. see you ان شاء الله in the new video. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.